مستغناش عنك يا حسام انت من رجالتي اللي ترابوا على ايدي وأنا ما سيبش رجالتي أبدا ده شرف كبير ليه مع البشا قعد قعد يا حسام عايز اتكلم في موضوع برا الشغل موضوع انت عارفوا كويس بس لسه ما حسمناهوش أمر مع البشا أنا لما قلتلك نأجل الخطوة شوية ما كانش قصدي أهينك أنا بسق فيك يا حسام وبسق في أخلاقك لكن زي ما انت فاهم الزابط شخصية عامة يعني المفروض ما تبقاش عليه اي ملاحظات لا هو ولا أسرته ولا أهله وأبوك أنا ما عنديش اي اعتراض عليه وأخوك أنا عارف كويس حماس الشباب في السن ده وأفكارهم أنا كان هدفي انك تقعد معاهم وتحل المشاكل دي كله تمام مع البشا والدي حل مشكلته مع الدرائب أما بخصوص موضوع الست اللي هو اتجوزها فهو اكتشف أنها ما تلاقيش بي وطلقه كويس وأخوك أخباره إيه؟ إبراهيم ركز في الامتحانات ده حتى بولو يجاوب كويس إن شاء الله مستقبله وبعث عال عال أنا كنت أسق أن ده حيحصل أنتم يا إبني عائلة كبيرة ولها تاريخ ربنا يخليك أبعال البشا رد رد على التليفون لا مش أبعال البشا أنا معسياتك رد شوف مين أنا لسه مخلصاش كلام حاضر ألو إلحان يا حسام إلحان يا إبراهيم أخوك عايز يقتلني بيهددني يا حسام أنا خافة لعمل محلة يكون مستنيني بره ولا معا سكينة ولا نيلة ولا حاجة إبراهيم الجنل بجد فقبضوا عليه جموه دلوقتي يا حسام طيب حاضر أنا هشوف الموضوع ده بقول لك خلاص أنا حتصرف في حاجة يا حسام لا مع البشا مفيش حاجة لا في حاجة ويشك متغير مين اللي بيكلمت ده ده بابا طيب دقول دقول يتكلم آآ بابا مسيادة اللوة عايز يكلم مسيادة اللوة آآ يا لحمد أبي إزايك وإزاي أخبارك وإزاي نونة هانم يا لحمد أبي قبضوا ليه ايه خير إبراهيم مالو طب إيه ده بس إيه ده عشان فامتبطوا ليه يقتلك ليه هو كان جاي عايز فلوس مني ما عرفش عشان يسافر ولا إيه المهم أنا ما كلمتوش أنا ليسوا بعد كده هو بيكلمني ويقولي هقتلك تصور يا ست اللوة لا الداخلية لازم تحميني أرجوك يا ست اللوة أنا أسف مع البشر مضوضة يتحلق فوراً وبأقصى سرعة يتحلق مع البشر تيجي فيل بس يا ماما بقولك اللوة المجنون ده عايز يقتلني أنا كلمت حسام ومش بس حسام كلمت اللوة يهب كمان أنا مش هقرك من الحل ولا هفتح الباب ده كن لما يمسكوه ترجمة نانسي قنقر